موسيقى بمشاكل كبيرة نحكي عن هذا الموضوع كيف تعامل القانون السوري مع جريمة المخدرات هذا الموضوع بالتفصيل رح يكون رح يجاوبنا على كل أسئلتنا عليه الأستاذ المحامي أحمد النجار صباح الخير أستاذ أهلا سهلا صباح النور أكونوا للمشاهدين الكرام أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد يعني بداية خلينا نعرف من حضرتك أكثر حسب القانون السوري ماذا تشمل جريمة المخدرات أو أركان هذه الجريمة قانونيا بداية منعرف المخدرات هي نباتات طبيعية أو مستحضرات كيميائية توم صناعتها تسبب إما النشوة أو الهلوسة أو النوم أو التسكيل الآلام أو الإدمان وتؤدي إلى خلل بالوظائف الحيوية للجسم أركان جريمة المخدرات الركن المعنوي الأصد يعني الركن المادي بالفعل مثلا الشم أو كذا أنواع جريمة المخدرات صنف القانون السوري رقم اثنين لعام ثلاثة وتسعين لخمس أنواع من الجرائم منها الصناعة منها الزراعة منها البيع والشراء منها التعاطي والموضوع الخامس التعاطي والبيع والشراء والتهريب والنقل خمس جراء الزراعة جريمة الزراعة هذول صنفهم القانون وحددهم كلها كل وحدة عقوبة معينة بالنسبة للزراعة شدد القانون السوري فيها لتصل لعقوبة الإعدام زراعة المواد المخدرة النباتات مثل الأفيون أو القنب الهندي بالنسبة لجريمة الزراعة مجرد الحصول على البذور أو النباتات تعتبر جريمة حاصلة متحققة كافة أركانة بالنسبة لجريمة الصناعة تكون عن طريق تغيير النباتات إلى طريقة كيميائية وإضافة مواد أخرى لها وإنتاج صورة أخرى من هذه المواد جريمة الصناعة مجرد الحصول على المواد أو الأجهزة اللازمة لذلك تعتبر جريمة قائمة ولو ما تم الاستخراج التسليم تمام بالنسبة للتعاطي القانون السوري يعني الأحكام عم تكون من سنتين للثلاثة جريمة التعاطي التعاطي إذا كان حددت وزارة الصحة جداول المواد المخدرة جدول رقم واحد وجدول رقم اثنين فإذا كان المتعاطي يتعاطى من المواد العائدة لجدول رقم واحد تعتبر جريمة حاصلة أما جدول رقم اثنين اللي بيندرج منه من ضمنه مثلا المواد المواد الطبية النفسية إذا كان يأخذ علاج نفسي أو كذا لا تعتبر جريمة حاصلة جريمة التعاطي بالنسبة لجريمة النقل والتهريب النقل عادة بيكون ضمن حدود الدولة داخل الدولة من محافظة لمحافظة التهريب بيكون من داخل الدولة لخارج الدولة أو من خارج الدولة لداخل الدولة فيه فرق التجارة الداخلية الأحكام عم تكون لا يقل عن عشر سنين أما التجارة الخارجية عم توصل للاعدام عقوبتها تشدد القانون السوري فيها بالنسبة لجريمة البيع والشراء كمان لا تقل عن عشر سنوات حتى الشاري ممكن يتعاقب لعشر سنوات نعم إذا بقصد التعاطي أو التجارة بقصد التعاطي فقط بتوصل للعشر سنين أو لا التعاطي ثلاث سنين عم يخففوا على السنتين نعم نعم طيب خلينا نحكي إمتى يعني يحق وفق القانون السوري استيراد وميع المواد المخديرة حدد القانون رقم 2 لعام 1993 قانون مكافحة المخدرات الأشخاص الذين يحق لهم الاستيراد أو التعامل بمواد المخدرة وهم مؤسسات الدولة التي يدخل في نطاق عملها استخدام المواد المخدرات أو مديري المصانع الطبية التي يدخل باختصاصها أيضا استخدام المواد المخدرة أو المعاهد والبحوث العلمية التي أيضا يدخل باختصاصها المواد المخدرة وكل حد من هذه الجهات بحاجة إلى رخصة تقدم إلى وزير الصحة نجل الاستيراد أو التصدير نسمع كثير عن بعض الصيدليات وبعض الأدوية التي هي بحاجة كما نقول الوصفات طبية من قبل الطبيب لحتى يتم كما نقول إعطاء الدواء في حال تعامل الصيدلي باستهتار خلينا نقول أو قدم هذه الأدوية بدون وصفة طبية هل يتعامل معه على أساس أنه هو مساعد في ترويج المواد المخدرة أو كيف؟ يطبق القانون رقم 2 لعام 1993 على الصيدلي والطبيب في حال كان القصد الأتجار أو البيع أو الشراء بغير القصد العلاجي إذا كان المريض هو عم يتعالج فالقانون سمح الصيدلي ألزم القانون كل ستة شهور يأبرز سجل لوزارة الصحة يبين فيه كمية المبيعات اللي عندهم مواد مخدرة وكمية وقديش هو مستهلك يعني مورد لصيدليته وقديش بأيان عنده بالصيدلية سجل رسمي وفيه أسماء الأشخاص اللي باعهم بموجب وصفات طبية بدأ يكون موسف هل هذا الشيء نقدر نحصره على جميع الصيدليات أستاذ أحمد يوم قعدات هائلة من الصيدليات والوصفات الطبية والأدوية المستوردة كيف يتم آلية التعامل مع الصيدليات بهذا الموضوع؟ قلتلك وزارة الصحة يعني بتراقب عمل هي عمل تبيع مثلا بتراقب عمل الصيدليات وعمل مصانع وعمل مستودعات الأدوية عن طريق سجلات رسمية وأي شخص بده يجيب يعني وصفه طبية حتى يقدر يأخذ هذا المستحضر اللي فيه مواد مخدرة من أجل العلاج يوسق اسمه وبياناته كاملة على هذا السجل ويسلم إلى وزارة الصحة تماما طيب أستاذ خلينا نحكي عن العقوبة حسب الجرم يعني نحنا فندت حضرتك بالبداية أنه فيه الزراعة إلى جريمة البيع إلى جريمة التصنيع إلى جريمة خلينا نحكي شوي شو العقوبة حسب كل جريمة من هاي الجرائم الزراعة أو الصناعة أو التجارة الخارجية عم تكون العقوبة إعدام إذا وجدت أسباب مخففة تخفف إلى المؤبد بالقضية أقل من المؤبد ما فيه أقل شي مؤبد أو 20 سنة يعني بالنسبة للتعاطي إذا كان فيه يعني وجدت مع المتعاطي مواد مخدرة أو حشيش حتى عم تكون العقوبة ثلاث سنوات وخفف إلى السنتين بالنسبة للتجارة الداخلية إذا أقلت لك عم تكون العقوبة لا يقل عن 10 سنوات والتجارة الخارجية لا تقل عن 20 سنة أو المؤبد أو الإعدام حسب ظروف كل قضية السيد أحمد يعني الفكرة ما وقفت عند البالغين اليوم عم نشوف تحت 18 شباب عم يشاركوا بتجارة وترويج المخدرات مقابل مبالغ المادية اللي عم تكون مغرية وفي أحيان أخرى مقابل المخدرات كمان فهون الجريمة بتكون تجارة وتعاطي مع الشباب اللي تحت سنة 18 كيف تعمل القانون الأسوري معهم؟ كل من سهل التعاطي وعقب العقوبة لا يقل عن 10 سنوات بالنسبة لأي شخص بيعطي مخدرات لشخص قاصر مثلا تحت 18 سنة تشدد القانون معه للمؤبد يعني العقوبة الضعف والعقوبة للقاصر كيف تكون؟ هي ضعف العقوبة يعني أنا مثلا إذا عطيت لشخص فوق 18 سنة مواد مخدرة بقصد أنه يتعاطاها أو بيعطوا مثلا العقوبة 10 سنوات أما إذا لا قاصر تشدد القانون للمؤبد نعم يعني بنهاية حديثنا لليوم من محامي الأستاذ أحمد نجار نتشكرك ونتمنى أكيد كل الناس ننشر شوي من الوعي مثل ما نقول فرح حول هاي القافة الخطيرة اللي عم تهدد مجتمعاتنا وخصوصا بالظروف الاقتصادية الصعبة البعض ممكن يلجأ لها كحل ولكن هي بالنهاية عم تعمل كارثة أكيد فيما بعد